بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة الدروس ومضوع درسني لهذا اليوم هو حل المعادلات التربيعية باستعمال القانون العام في جزئه الثاني بالصف الثالث متوسط بالفصل الدراسي الثاني أعزائي الطلاب والطالبات تعلمنا في الدرس السابق حل المعادلات التربيعية باستعمال القانون العام في جزئه الأول تعلمنا القانون العام وتعلمنا المميز وقيفية إيجاد عدد الحلول للمعادلة بعد اطلاعنا على عنواني هذا اليوم ماذا تتوقعون أن نتعلم هذا اليوم سنتعلم هذا اليوم الحل باستعمال القانون العام في البداية نتذكر القانون العام القانون العام هو السين تساوي سالبا زائدا أو ناقص الجذر التربيعي لبا تربيع ناقصا أربع ألف جيم الكل مقسوما على اثنان ألف مثال حل المعادلة ثلاثة سين تربيع زائدا خمسة سين ناقصا اثنى عش تساوي الصفر باستعمال القانون العام الحل في البداية نوجد قيمة الألف وقيمة البا وقيمة الجيم الألف هو العامل الرئيسي لمعادلة وهو معامل السين تربيع معامل السين تربيع هو الثلاثة إذن الألف تساوي الثلاثة والبا هو معامل السين والسين معامله هو الخمسة إذن البا تساوي الخمسة والجيم هو الحد الثابت والحد الثابت هو سالب اثناش إذن الجيم تساوي سالب اثناش استخدم الآن القانون العام وهو سين تساوي سالب با زائدا أو ناقص الجذر التربيعي لبا تربيع ناقصا أربع ألف جيم الكل مقسوما على اثنان ألف نعوذ بدنا عن كل متغير بقيمة حيث نعوذ عن الباب خمسة وعن الألف بثلاثة وعن الجيم سالب إثناش حصلنا على سين تساوي سالب خمسة زائدا أو ناقص الجذر التربيعي لخمسة تربيع ناقصا أربعة مضروبة في الثلاثة مضروبة في سالب إثناش الكل مقسوم على إثنان مضروبة في الثلاثة السين تساوي سالب خمسة زائدا أو ناقص الجذر التربيعي خمسة تربيع مربع الخمسة هو الخمسة وعشرين ناقصا أربعة مضروبة في الثلاثة السالب مضروبة في الموجب بسالب وأربعة مضروبة في الثلاثة بإثناش سالب إثناش مضروبة في سالب إثناش سيكون الناتج موجب أربعة واربعين إذن زائدا أربعة واربعين الكل مقسوما على 2 مضربة في الثلاثة 2 ضرب 3 بستة إذن السينة ساوي سالب 5 زائدا أو ناقص الجذر التربيعي لـ 25 زائدا 144 الكل مقسوما على 6 إذن السينة ساوي سالب 5 زائدا أو ناقص الجذر التربيعي 25 زائدا 144 25 زائدا 144 169 الجذر التربيعي 169 هو 13 الكل مقسوما على 6 سالب 5 زائدا أو ناقص 13 مقسوما على 6 هو قيمة السين إذن لدينا حل لهذه المعادلة الحل الأول هو السينة ساوي سالب 5 زائدا 13 مقسوما على 6 أو السينة ساوي سالب 5 ناقص 13 مقسوما على 6 سينة ساوي سالب 5 زائدا 13 سالب 5 زائدا 13 بـ 8 إذن السينة ساوي 8 على 6 8 مقسوما على 6 نقوم بتبصيتها سيكون ناتج 4 على 3 إذن أوجدنا قيمة السينة ساوي 4 على 3 أو السينة ساوي سالب 5 ناقص 13 بـ 18 سالب 18 مقسوما على 6 السالب مقسوما على الموجب بسالب والـ 18 مقسوما على 6 بسالب 3 إذن السينة ساوي سالب 3 إذن الحلول في هذه الحالة إما السينة ساوي سالب 3 أو ساوي 4 على 3 تقويم حلو المعادلة إثنان سين تربيع زائدا 9 السين ناقصا 18 تساوي 0 باستخدام القانون العام الحل في البداية نوجد قيمة الألف الألف هو معامل السين تربيع معامل السين التربيع هو الإثنان والبا هو معامل السين معامل السين بتسعة والجيم هو الحد الثابت ثالب 18 أوجدنا ألف وبا وجيم الآن نستخدم القانون العام وهو سين تساوي سالب با زائدا أو ناقص الجذر التربيعي لبا تربيع ناقصا 4 ألف جيم الكل مقسوما على إثنان ألف نعوض عن كل متغير بقيمته سنحصل على السين تساوي سالب 9 زائدا أو ناقص الجذر التربيعي لتسعة تربيع ناقصا 4 مضربة في الإثنان مضربة في سالب 18 والكل مقسوما على إثنان مضربة في الإثنان إذن السين تساوي سالب 9 زائدا أو ناقص الجذر التربيعي لتسعة تربيع مربع التسعة وواحد وثمانون ناقصا 4 مضربة في الإثنان السالب مضربة في الموجب بسالب و4 مضربة في الإثنان بثماني إذن سالب 8 سالب 8 مضربة في سالب 18 السالب السالب بموجب والثمانية مضربة في 18 بـ 144 زائدا 144 الكل مقسوما على إثنان مضربة في الإثنان إثنان ضرب إثنان بأربع إذن الكل مقسوما على 4 إذن السين تساوي ثالب 9 زائدا أو ناقص الجذر التربيعي 81 زائدا 144 81 زائدا 144 225 إذن نميز عدد موجب إذن سيكون لدينا حلين الجذر التربيعي 225 هو 15 إذن السين تساوي ثالب 9 زائدا أو ناقص 15 مقسوما على 4 إذن سيكون لدينا حلين إما السين تساوي ثالب 9 زائدا 15 مقسوما على 4 أو السين تساوي ثالب 9 ناقص 15 كل مقسوما على 4 إذا كانت السين تساوي ثالب 9 زائدا 15 مقسوما على 4 سيكون قيمة السين ثالب 9 زائدا 15 بال6 إذن السين تساوي 6 على 4 لو أردنا أن نبسطها 6 على 4 تساوي 3 على 2 إذن السين تساوي ثلاثة على اثنان أو السين تساوي سالب تسعة ناقصاً خمسة عشر بسالب أربع عشرين إذن السين تساوي سالب أربع عشرين على أربعة السالب مقسومة على الموجب بسالب واربع عشرين مقسومة على أربعة بسالب ستة إذن تساوي سالب ستة إذن الحلول في هذه الحالة إما السين تساوي سالب ستة أو السين تساوي ثلاثة على اثنان إذن حلينا المعادلة باستعمال القانون العام وهو المطلوب مثال حل المعادلة تسعة سين تربيع زايدا 24 سين زايدا 16 تساوي الصفر باستعمال القانون العام الحل في البداية نوجد الألف ونوجد البا ونوجد الجن الألف هو معامل السين تربيع وهو التسعة إذن الألف تساوي تسعة والبا هو معامل السين ومعامل السين بـ 24 إذن البا تساوي 24 والجيم هو الحد الثابت الحد الثابت هو 16 إذن الجيم تساوي 16 نستخدم الآن القانون العام وهو سين يساوي ثالب با زايدا نناقص الجذر التربيعي لبا تربيع ناقصا 4 ألف جيم الكل مقصوما على 2 ألف ونعوض عن كل متغير بقيمة حيث قيمة البا هي 24 وقيمة الألف تسعة وقيمة الجيم 16 سنحصل على السين تساوي سالب 24 زايدا أو ناقص الجذر التربيعي لـ 24 تربيع ناقصا 4 مضروبة في التسعة مضروبة في 16 الكل مقصوما على 2 مضروبة في 9 إذن سنحصل على سين تساوي سالب 24 زايدا أو ناقص الجذر التربيعي 24 تربيع مربع الـ 24 هو 576 سالب 4 مضروبة في التسعة السالب مضروبة في الموجة بسالب و4 ضرب 9 ب36 إذن سالب 36 سالب 36 مضروبة في 16 في سالب 576 إذن ناقصا 576 الكل مقصوما على 2 ضرب 9 بـ 18 إذن الكل مقصوما على 18 إذن في هذه الحالة السين تساوي سالب 24 زايدا أو ناقص الجذر التربيعي 576 ناقصا 576 بـ 0 إذن بما أن المميز يساوي الصفر إذن يوجد حل حقيقي واحد إذن الجذر التربيعي ناقصا سيكون قيمة 0 الكل مقصوما على 18 إذن السين تساوي سالب 24 مقصوما على 18 ناقص الأهم بتبسطها سالب 24 مقصوما على 18 تساوي سالب 4 مقصوما على الثلاث إذن أوجدنا حل المعادلة 9 سين تربيع زايدا 24 سين زايدا 16 باستعمال القانون الآم وهي السين تساوي سالب 4 على 3 تطليم للمعادلة 2 سين تربيع زايدا 12 سين زايدا 18 تساوي الصفر باستعمال القانون العام الحل في البداية نوجد قيمة الألف الألف هو معامل السين تربيع معامل السين تربيع بإثنان إذن الألف تساوي الإثنان ثم نوجد قيمة البا والبا هو معامل السين معامل السين هو 12 إذن البا تساوي 12 ثم نوجد الجيم والجيم هو الحد الثابت الحد الثابت هو 18 إذن جيم تساوي 18 بعد إيجاد ألف وبا وجيم الآن نوجد القانون العام سين يساوي سالب با زايدا أو ناقص الجذر التربيعي لبا تربيع ناقصا أربعة مضروبة في الألف مضروبة في الجيم الكل مقسوم على إثنان ألف ونعوض عن كل متغير بقيمة سنعوض عن البا باثنى عشر وعن الألف باثنان وعن الجيم بثمانية عشر إذن سنحصل على السين تساوي سالب إثنى عشر زايدا أو ناقص الجذر التربيعي لاثنى عشر تربيع ناقصا أربعة مضروبة في الإثنان مضروبة بثمانية عشر والكل مقسوم على إثنان مضروبة في الإثنان إذن السين تساوي السالب 2 زايدا أو ناقص الجذر الترديعي 12 ترديع مربع الـ 12 هو 144 بذا 144 سالب 4 مضربة في الاثنان بسالب 8 بسالب 8 مضربة في 18 بسالب 144 إذن سنحصل على 144 ناقص 144 الكل مقصوما على 2 ضرب 2 2 ضرب 2 بأربعة إذن الكل مقصوما على 4 إذن السين تساوي سالب 12 زايدا وناقص الجذر الترديعي 144 ناقصا 144 ناتج المميز 144 ناقصا 144 بصفر إذن الجذر الترديعي للصفر إذن سيكون لدينا حل حقيقي واحد وقوى السالب 12 على 4 إذن السين تساوي سالب 12 على 4 سالب مقصوما على موجب بسالب 12 مقصوما على أربعة بثلاثة إذن السين تساوي سالب 3 إذن حل المعادلة 2 سين تربيع زايدا 12 سين زايدا 8 تساوي صفر باستعمال القانون العام هو السين تساوي سالب 3 مثال فل المعادلة 3 سين تربيع ناقصا 9 سين زايدا 8 تساوي صفر باستعمال القانون العام الحل في البداية نوجد قيمة الألف الألف هو معامل السين تربيع معامل السين تربيع هو الثلاثة إذن الألف تساوي الثلاثة ثم نوجد الباء والباء هو معامل السين معامل السين يساوي سالب 9 إذن الباء تساوي سالب 9 ثم نوجد الجيم وهو الحد الثابت الحد الثابت هو الثماني إذن الجيم تساوي الثماني القانون العام هو السين تساوي سالب باء زايدا أو ناقص الجذر التربيعي لباء تربيع ناقصا 4 مضروبة في الألف مضروبة في الجيم الكل مقصوما على 2 ألف نعوض عن كل متغير بقيمته حيث قيمة البا هي السالب 9 وقيمة الألف هي الثلاثة وقيمة الجيم هي الثمن سنحصل على السين تساوي سالب سالب 9 زائدا أو ناقص الجذر التربيعي لسالب 9 التربيع ناقصا 4 مضربة في الثلاثة مضربة في الثمانية كل مقصوما على 2 ضرب 3 إذن السين تساوي سالب سالب 9 السالب السالب موجب إذن سيكون لدينا 9 زائدا أو ناقص الجذر التربيعي لسالب 9 التربيع مربع سالب 9 هو 81 سالب 4 مضربة في الثلاثة السالب مضربة في الموجب بسالب و4 مضربة في الثلاثة بـ 12 سالب 12 مضربة في الثمانية بسالب 96 الكل مقصوما على 2 ضرب 3 2 ضرب 3 بـ 6 إذن الكل مقصوما على الـ 6 إذن سيكون لدينا سين تساوي 9 زائدا أو ناقص الجذر التربيعيي تربيعي ل81 ناقص 96 81 ناقص 96 في سالب 15 الكل مقصوما على 6 بما أن ناتج المميز عدد سالب وبما أن لا يمكن أن نوجد الجذر التربيعي لعدد السالب في هذه الحالة ستكون المعادلة مستحيلة الحد في المعادلة 22 تربيع زايدا 68 زايدا 10 تساوي 0 باستعمال القانون العام الحل في البداية نوجد قيمة الألف الألف هو معامل السين تربيع معامل السين تربيع بإثنان إذن الألف تساوي الإثنان والبا هي معامل السين معامل السين ثمانية إذن البا تساوي الثمانية والجيم هو الحد الثابت الحد الثابت هو العشرة إذن أوجدنا قيم الألف والبا والجيم الآن نوجد القانون العام القانون العام هو سين تساوي سالب با زايدا وناقص الجذر التربيعي لبا تربيع ناقص الأربعة مضروبة في الألف مضروبة في الجيم الكل مقصوما على اثنان ألف ونعوض بدلا عن كل متغير بقيمة حيث قيمة البا هي الثمانية والألف الاثنان والجيم العشرة إذن سنحصل على السين تساوي سالب ثمانية زائد المناقص الجذر التربيعي لثمانية التربيع مناقصا أربعة مضروبة في الاثنان مضروبة في العشرة الكل مقصوما على اثنان مضروبة في اثنان إذن سيكون لدينا السين تساوي سالب ثمانية زايدا أو ناقص الجذر التربيعي بثمانية التربيع مربع الثمانية هو أربع وستين ناقصا أربعة مضروبة في الاثنان أربعة مضروبة في الاثنان بثمانية والثمانية مضروبة في العشرة بثمانون إذن ناقص ثمانون الكل مقسوما على اثنان ضرب اثنان اثنان ضرب اثنان بأربع إذن الكل مقسوما على الأربع إذن سين تساوي سالب ثمانية زايدا أو ناقص الجذر التربيعي 64 ناقصا 80 64 ناقصا 80 بسالب 16 إذن نميز قيمته عدد سالب إذن في هذه الحالة تكون المعادلة مستحيلة الحل تعلمنا اليوم الحل باستعمال القانون العام في الختام أعزائي الطلاب والطالبات أتمنى أنكم قدمنا درسا مفيدا لكم وأدرينا العملية التعليمية لديكم ولا نقول ودان ولكن نقول إلى اللقاء قريب بإذن الله